موسيقى أهم في ضبط الانفعالات كل ذلك وأكثر في حلقتنا لهاليوم خالكم معنا موسيقى رجعنا معكم من جديد حبيتنا في حلقتنا لهذا اليوم اللي اتكلم معكم إن شاء الله عن ضبط الانفعالات وطبعا نرحب بي ضيفي الكريم داخل الاستوديو ورحب بالدكتور خالد عبد الكريم الأطرش المستشار في تطوير الإداري والأسري حياك الله دكتور مساء الله بالخير وسعيد بالغاية حياكم الله وبيعكم أسعد الله وإيامكم بالخير والسعادة والرضا دكتور اليوم نتكلم معاك عن موضوع ضبط الانفعالات نتكلم بداية ماذا نعني بضبط الانفعالات قد يتسأل أحدهم يقول طبيعي الإنسان عنده انفعالات لكن ما المقصود بضبط الانفعالات قبل أن نتكلم عن الضبط الانفعالات السؤال الذي يطرح نفسه هل الانفعالات سيئة؟ بضبط جيدة هذا الذي بعض الأشخاص يظنون أن الانفعالات سيئة بكل حالاتها لكنها مرضى بيعين الله سبحانه وتعالى حينما كوننا وخلقنا من هذا الجسد جعل أن فينا هذه النفس والنفس من أساس تكوينها الانفعالات وفي البداية حتى نعرف هذه الانفعالات هي عبارة عن طاقة كهربائية تحرك الإنسان في الوجود ولولا هذه الانفعالات ما قامت الدنيا الانفعالات عندنا ثلاث ألاف نوع من الانفعالات ثلاث ألاف نوع ثلاث ثلاث ما شاء الله هذه سبيل المجازب والغ هذه حقيقة حصائيات نعم نعم كثير ما شاء الله يعني الانفعال الواحد له درجات يعني مثال الغضب يبدأ بالانزعاج والنفور ويصل إلى مرحلة الجنون وهذا الغضب بحدي ذاته إذا كان في مكانه منضبط مقيد مقدور عليه مسيطر عليه يكون ممدوح فلولا هذا الغضب المقدور عليه والمسيطر متحكم فيه لما حررت البلاد ولما دفع الإنسان عن ماله وعرضه وبلده ووطني إذن هذا النوع الحب لولا الحب ما اجتمعت الدنيا أساسا بهذا التحالف والتوادد والتعاطف ولذلك الأصل في الانفعالات أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى إذا ضبطت وتحكم الإنسان فيها وعرف كيف يسيرها ويختارها وكيف يتبرمج معها ولذلك هذه الانفعالات نعمة من الله سبحانه وتعالى إن ضبطناها إن تحكمنا فيها إن سيطرنا عليها طيب تكون نقم علينا إن تركنا لأنفسنا عدم الضبط وكان في عدم تحكم تصبح هي المسيطرة وهي المدمرة شأنها شأن الكهرباء تماما هذه الكهرباء لو لا هذا الكهرباء ما استطعنا أن نسير كل هذا الاستيديو المثال طيب إذا كانت درجة الكهرباء يعني تأتينا يعني عندنا 360 درجة الكهرباء أو 260 الآن لو صارت 500 إيش يصير في كل الأجهزة هذه يصير دمار طيب لو كان عندنا درجة الكهرباء 0 في شيء يتحرك إذن الانفعالات لا بد من وجودها في الحياة حتى تتحرك الحياة جميل لذلك الانفعالات نعمة من الله سبحانه وتعالى خلقت في الإنسان وهذا حتى في البداية ما نعني بانضبط الانفعالات نعمة إذا ضبطت إذا ضبطناها ولذلك الناس اليوم أحيانا بين مفهومين شخص يقول لك أنا اليوم تحول من إنسان طبيعي عادي إلى إنسان جامد لا يغضب لي شيء لا يتحرك بشيء لا يتأثر أمام شيء الجمود الموت عدم المبالاة السلبية السلبية هذا عن نفسه والله أنا ونجحت ويظن أي ويظن أنه ضبط انفعالاته طيب الطرف الآخر يقول لك والله أنا مو قادر الحين يتحرر من فعالاته أنا شبريت يسيطر عليه ينقهر أمام انفعالاته وعندنا سنتكلم عن انواع الانفعالات فهذا لا هذا المطلوب ولا هذا المطلوب المطلوب والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين كيف يتحول الإنسان حتى يحصل خمس أشياء في الحياة إلى ضابط انفعالاته كل الذين يضبطون انفعالاته ويتحكمون بها ويتلاعبون بها ثلاث درجات هؤلاء الذين يضبط ثم الدرجة الليفل الثاني هو يتحكم بعد الضبط ثم بعد ذلك هو يتزين ويتلاعب بها نذكر هي يعني ثلاث خطوات ثلاث مراحل في نفس السلم اللحظة ثلاث مراحل للإنسان يدرب نفسه إنما ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هذه أول مرحلة إذن هذه المرحلة الأولى تمتلك نفسه الضبط يعني أنت اليوم إذا أردت يعني كل اليوم الذين يشاهدوننا حتى بس نعرف كل أب ناجح أم ناجح معلم قائد مدير مسؤول موظف أي شخص لا يضبط انفعالاته لا يضبط فعاله لا يمكن أن يكون ناجح في مجاله صحيح ولذلك كل الذين يتدربون على ضبط الانفعالات وهذه كلمة يتدربون نحط تحت خمسين خط صحيح ليه لأن إنما الحلم بالتحلم بالتحلم صحيح هذه قضية أساسية إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم موضوع الدربة الدربة لا بد فلكل الذين يريدون أن يتدربوا على ضبط انفعالاتهم طيب أنا اليوم أريد أن أتدرب على ضبط فعالاتي حتى بعض الانفعالات تدرب على الضبط أنتقل إلى المرحلة الثانية أو المستوى الثاني هو التحكم المستوى الثالث اللي هو التلاعب والتزين عرفنا المستوى اللي هو الضبط اللي يملك نفسه يعني تجيك شعور غضب ولا تظهره هذا التملك أول شيء أول شيء هذا الضبط هذا الضبط كل بعده الضبط هو القضية الأساسية أنت اليوم عندك هذه المفعالات اليوم ضبط المفعالات عدم اليوم خروجها عن السيطرة هي مسؤولتك جميل طيب أنا لما أريد أن أتدرب اليوم نحن قاعد نتكلم نقول طيب يا جمعة تدرب على ضبط فعالاتكم طيب كيف تدرب على ضبط فعالاتكم يعني موقف لكل فعل فعل مختار 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 جميل يعني هذه أنت اختارت الفعل أنت اخترت ولذلك نشوف بعض الأشخاص اللي يسمي نفسها تشبريت الحين لما يروح بيته أوكي ما في أحد جدام يوقفه فيشوف يصارخ ويضارب وهاوش مش عارف إيش لأنه يشوف ما في أحد قيود طيب نفس هذا الشخص يتعرض أحيانا لمشاكل أكثر قد يكون في دوامة مع مسؤولة أو مع شخص عنده مصلحة معاه يمشي يسلك يهدي يعدي إذن اختار رد الفعل إذن اختار ولذلك ضبط الانفعالات في البداية الضبط هو والكاذمين الغيظ القضية الأولى الأساسية كاذم الغيظ قبل أن تنفث وطلع غضبك وتوترك وقهرك وحنا المرة الثانية عندنا ثلاث آلاف نعم الانفعالات وليس الغضب فقط يعني عندنا انفعالات تنقسم إلى قسمنا دكتور أبي خالد ثلاث آلاف نوع من الانفعالات يعني هي مختلفة أو الانفعال واحد في درجات لا هي عندنا أنواع ودرجات شدة لكن الأنواع كلها ثلاث آلاف نوع طبعا غير الدرجات ثلاث آلاف نوعنا طبعا يعني هذه يعني مثال عندنا الحب انفعال والكره انفعال اليأس انفعال الملل انفعال وكل انفعال درجات كلها وهذه درجات إذن عندنا آلاف وعندنا تنقسم إلى حارة متحركة وباردة ساكنة اللي تعطي تدفع الإنسان إلى السكون يعني الغضب حار طيب اليأس بارد قد يكون حالاً حار قد يكون إذا تحول إلى الغضب طيب الملل بارد طيب الحب بارد في درجاته الأولى طيب إذا اشتد يتحول إلى حار وهكذا الإنفعالات بهذه الطريقة عندنا في البداية الضبط للإنفعالات يحتاج إلى تدريب أربع خطوات تحتاج إلى المرحلة الأولى الضبط قبل التحكم الضبط هي قضية عندنا الضبط والتحكم والتلاو جميل المطلوب أنا يعني الله سبحانه وتعالى لا يحاسبني على ما في داخلي لكن يحاسبني على ما أتصرف أنا اليوم في درجة الأولى في التدريب لازم أتدرب على ضبط انفعالاتي حينما تأتيني جميل وذلك أعلم كلمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قالها لذهب عنه ما وجد راح قال له قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه أول خطوة للضبط هذه الضبط عندنا خطوات يتدرب عليها الإنسان في الضبط بعض يقول لك لا مو بيداو بيدك اليوم مثلا مثل الذي تعلم يسوك السيارة أنت تقود نفسك في البداية تجد صعوبة لكن مع المرنة اليوم أول واحد ما يتعلم يسوك السيارة بالذات مثلا السيدات وخاف وتوتر وماسك السكان وقابض عليهم مش عارف إيش باحدين خلاص يأفن يسولف ويتكلم ويشرب ماي ومش عارف إيش وفكر وعارف مين في الكاميرا وعارف متى يسرع ومتى يخف إذن الضبط برمجة برمجة لأن العقل بدأ يتحكم في الإنسان فإذن هي قضية لسي الضبط حينما نضبط انفعالات خمس أشياء أول شيء لما يتيك الانفعال كلم نفسك بأني أنا عندي خيار أغضب ولا ما أغضب أتوتر ولا ما أتوتر أزعل ولا ما أزعل أحزن ولا ما أحزن يعني المراد أن أذكر نفسي بأني عندي الخيار بهذا الاختيار طيب الحاركة الثانية والغاية الثانية حتى أتدرب على ضبط الانفعالات أتدرب على ضبط الانفعالات هي ما يسمى التنبيه الجسدي 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 الانفعال ألم أو خليني أقول منبه فلما أنت تتركه يكون التركيز عالي على الإنسان فأنا مثلا لما أقرس نفسي أضغط على أصبعي أفرق يداي أمسح وجهي أشد على إيدي التنبيه الجسدي يبدأ يحدث عندي تنبيه آخر ألم برودة سخونة ولذلك أوصان الإسلام أن نتوضع فهي قضية أساسية أن الإنسان لازم يخف في التركيز للانفعال لذلك التنبيه الجسدي الحركة الثانية التنبيه الجسدي طيب أنت لا تستعجل أنت ترد أنت تصد أنت تصارخ على الولد أنت تتتوشي الزوجة أو للزوج ولذلك قبل أن تستعجل التنبيه الجسدي التنبيه هذا الجسد وضغط الأصبع يمسح وجهك طيب إذا عندي انفعال كبير اليوم عندك ممكن تتسبح بما بارد على حسب انفعالك الخطوة الثالثة في ضبط الانفعالات الحركة الجسدية المختارة تمشي تجلس إذا غضب أحدكم فكان قائمة فليجلس نعم هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا كان جالسا فليضجع إذن الحركة الحركة كلما كان الانفعال عندك بالنسبة لك كبير يحتاج إلى حركة أكبر يعني أحيانا يأتينا خبر مصيبة خسارة فقدان عزيز ألم كبير فقبل أن تتخذ القرار قبل أن تطلع هذه الانفعالات روح افعل حركة صحيح عشان يبدأ يحدأ عندك تفكر نحن نريد أن تتخذ العقل يعني أي اتخاذ للقرار أن يكون بالعقل وليس بالانفعال كفعلا أنا عند بعض الأصدقاء إذا صار لموقف فعلا يعني فيه انفعال يقول لي أبروح أمشي حلو يروح يمشي يعني خلاص تمام يقول أشعب راحة طيب ليش نحن ما نقول عفوا ما تصرف ما تصارخ ما تضرب نحن ما نقول هذا الكلام لكن فيه استطبيع لكن نقول لما تتخذ القرار اجعل العقل هو الذي يتخذ وليس الانفعال يا سلام لأن أنا عفوا لما أريد أرى أن المصلحة بالصد أو الضرب وإذن عقلي يعارف الحدود أنا لما أعفو وعفوا وأطعنش وما أشير نعم عقلي أتخذ هذا القرار ومن غير أن يتألم أو يندم بعدين ولذلك نحن نريد أن يتخذ العقل العقل هو القرار الإسلام حذرنا فقال لا يقضي القاضي وهو غضبان طيب ليه؟ معنى القاضي شغلته يعني عارف عن القانون لأن أراد منه أن لا يتخذ القرار في حالة الغضب ما تتخذ القرار في حالة الغضب وهو قاضي وشغلته يعني عفوا أن حافظ القانون وحارفهم لكن لا أنت يجب عليك أن تتقيد ضدط بفعالاتك أن تتخذ القرار في وقت الضبط رح نتكلم معك أكثر حول اتخاذ قرار في وقت انفعال لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله إذن أحبتنا فاصل وراجعي لكم خلكم معنا رجعنا معكم من جديد أحبتنا هذا الحوار المتواصل مع ضيفي الفاضل الدكتور خالد عبد الكريم الأطرش وموضوعنا المتعلق بكيفية ضبط الانفعالات حياك ردي أفرم من جديد حياكم الله دكتور قبل الفاصل ذكرت موضوع جدا وهم يتعلق بضبط الانفعالات عندك نقول يعني لحظة مثلا تستدعي عند البعض ما نقول كل يعني فعال معين كما بكرتني في موقف للنبي الكريم على صلاته السلام حينما سأل عن طعام فأتي له ب إذا أذكر حديث بخل أتوقع فقال على صلاته السلام إذا واحد ثاني كان جوعان يؤتى له بهذا الطعام رح يمكن يعني بعض دكتور ما ضبط الانفعال معدته وصل للطلاق الله مستعال نعم فذكر كان اللفت جميل نعمل إدام يعني حتى هذا اللفت دكتور قمة ضبط الانفعال من الصدق وقمة الأتكية الإسلامي النبوي يعني هذه القضية لأن النبي عليه وآله صلى الله عليه وسلم يقدر الحال ويقال أنه ورد وذهب إلى شخص يعني شخص ثاري عنده مال فقدم الأخل فقال بيئس الإدام والخل الله القضية الأساسية نعم ضبط الانفعال نعم ضبط الانفعال ضبط الانفعالات يحتاج إلى منا إلى تدريب لأن كل الذين يتدربون على ضبط الانفعالات خمس فوأد يحقيقونها خمس فوأد نعم أول شيء يتمتع بحياته الأمر الثاني يديم علاقاته مع الآخرين عياله أبناء زوجة زوجته أصحابه والدي صحيح يديم العلاقة طبعا أنت قادر عفوا اليوم قادر أنت تهدم بسرعة لكن البناء صعب بذلك 99% من المشكلات لو ضبطت فيها الانفعالات ما كانت ما وجدت ولذلك أول شيء يتمتع بحياته الأمر الثاني يديم علاقاته القضية الثالثة يحقق أدافه في الحياة الذي يضبط انفعاله يحقق أدافه القضية الرابعة يحافظ على صحته الجسدية والنفسية والفكرية والاجتماعية يمكن أيضا بعض الناس يقيمك على موقف محد فخلاص تنطبع الصلاة عنك يعني يعني سيء طبعا خطأ لكن الصحة النفسية والجسدية والفكرية والاجتماعية ناتجة عن ضبط الانفعالات مطلب مهم جدا وذلك وكل من يضبط انفعالاته يعرف كيف يحل مشكلاته في الحياة إذن عندنا يذكر نفسه بأنه مخير التنبيه الجسدي قلنا الحركة المختارة متعمدة صحيح ثم بعد ذلك اترك يعني انت غير مكانك تنفس التنفس ذكر نفسك ممكن استغفار ممكن يعني خلينا أقول تعود بالله من الشيطان الرجيم ذكر نفسك بشيء هذه المرحلة الآن ايش تطيب؟ الانفعال موجود لكن تحول الانفعال من عفا غير مقدور عليه إلى انفعال مضبوط لكن الآن يحتاج إلى تحكم الانفعال موجود المرحلة الثانية المرحلة الثانية الآن العقل يقول لي سيطرت سيطرت الآن على انفعال كذلك يعني ما طلع مني لفظ خاطئ ما استخدمت يدي شيء يعني أنا ما قاعد أتصرف بهوجاء ممتاز أنا الآن أمامي مشكلة وانفعال ضبط امفعال بدأ العقل الآن يتوازن وذلك هي القضية دائما نريد أن نحرك العقل كلما زاد الانفعال قل العقل نعم كلما ضبط الانفعال زاد تحكم العقل جميل فحنا الغاية كلتا أن يبدأ العقل يشتغل أنت اليوم هل كلمة هذه تسوى أزعل يعني أوكي ممكن علق زوجي أو علقت زوجتي هذه ما يحتاج الأمر يعني إنه والله يعني أهد الدين تكبرها خلاص ناشي المر إذن آه لما يضبط الانسان انفعالاته ينتقل الإنسان إلى مرحلة ما يسمى التحكم والضبط النبي عليه وآله الصلاة والسلام علمنا فيه لما تؤفي ولده وإبراهيم رؤي يبكي طالع في الصحابة قاله يا رسول تبكي والرسول ورسول وانت يعني تعلمنا الصبر حسب أعلن أن الصبر أن الإنسان لا يبكي لا التعبير عن الانفعالات مطلوب لا يناعي الصبر لكن شوفوا الضبط قال إن العينة لا تدمع هذا طبيعي أنا لما يأتيني أن اليوم حزن أدمع ولما يأتيني سرور أفرح صحيح ولما يأتيني أمر إذن التعبير عنه هذا أمر طبيعي التنفيذ ألا نكتم لذلك هناك فرق بين الضبط وبين الكبت بين الفعال نفسه الكبت مثل الجدر اللي أنت تسكر عليه واضح أنت تحرق الإنسان يحرق الإنسان نفسه وإذاك بعض الأشخاص يكبت الانفعالات عشان ما يزعلون عشان ما يخذون عنه صورة عشان ما يسوي شيء ولذلك يكبت 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 ينهار نفسيا ينهار يصل إلى المحرات أنه خلاص مع أن دكتور من يوصف بحيانا بموقف يعني فيه مثلا موقف محزن وأتخرج الدمعة هذا شخص يوصف بالرحمة لا يعابع ذلك طبعا إذا النبي وهو النبي طبعا هو الرحمة إذا النبي علمنا عليه الصلاة والسلام علمنا إن العين لا تدمع طيب وإن القلب ليحزن الضبط هنا ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا الضبط بالجسد بما يصدر وليس بما أشعر عدم شق الثياب نعم عدم شق الثياب عدم النواة عدم التسخط عدم الشتم لكن الضبط هنا يكون لكن هذا من طبيعة الإنسان أن يزعل طبعا أنا زعله طب أوك ما في مشكلة لكن إذا إن العين طبعا لا تدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إذن هنا الضبط إذن هنا الضبط جميل طيب انتهينا الآن من الضبط ننتقل إلى ننتقل إلى التحكم الثالثة الثانية 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 نقول التحكم والضبط ثم الضبط ثم التحكم والتحكم ثم التزين والتلاعب الثالثة الثالثة جميل لأنه قلنا مهم في فرق أساسي الفرق بين الضبط والكبت الكبت مدمر صحيح لا تكبتون فعالاتكم أعطي حقها طبعاً الولد اليوم زعج خلي صرخ خلي أبتشي لا 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 خلي أتركه باقي علمه ما يتشتم حقك أنك اليوم تفرغ هذه الشحنة نعم تعبر عن رأيك تعبر فعالاتك هذا ليس عيب الزوجة الأب الولد هذا طبيعي المدير المظف والله ميثا طلق حقاً أن يزعل لكن ليس من حقي أن يشتم إذن هذا الفرق بين الضبط وبين الكبت لدينا مشكلة في التعبير عن مشاعرنا حالاً بعض الأمور الاجتماعية مثلاً الفهم الخاطر نكبت مشاعرنا والتعبير عنها قد يسبب هذا المشاكل وأيضاً سوف أفهم على آخرين وهذه المشكلة يعني عدم التعبير مصيبة كبيرة النبي عليه وآله صلى الله عليه وسلم لما شاف رجل قال يا رجل والله أني أحبه فلان قال خبرتها قلت له قال لا قال نروح قل له ليش عبر ليش عبر صح كان النبي عليه وآله صلى الله عليه وسلم يعبر لما يسأل من أحب الناس ليه قال زوجتي عائشة قال لا منها الرجال قال أبوها ولا أخري طيب لما كان قل له والله إني لا أحبك يعبر صحيح طيب كان يعبر عن حزنة كان يعبر عن حزنة لما فقدت زوجته خديدة الإسلام يدعونني للتعبير للتعبير صحيح نكون جوامد جامد من الجامد جوامد ولا أن نكون نحن متفلتين يا صلى الله التعبير أمر طبيعي للإنسان عادي الإنسان لأنه بضبطه تحكم لأنه مثل ما قلت كل الذين يكبتون انفعالاتهم يحرقون ذواتهم يحرقونها وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا سبحان الله ما يجوز تقتل نفسه لا أنا متألم وأنا ساكل طيب قولي أخي تكور بعض يعني تكور يعني يحصل عنده لخبطة بين التغافل وكبتل وها تغافل مش كبت فقد يحصل لبس كبتل مصطلحات التغافل أنا الحين مطنش لأن أنا ما أعكر مزاجي أنا أبي يكون سعيد الأمور بسيطة الأمر التغافل ولذلك تسعة أشار الخلق في التغافل يعني أنت ربعين واحدة لأنه ليس عشانهم عشان عشاني وأحيانا في كثير من الأشياء ما تسوى تدقق عليها يعني حنا لا أعتبرك كبتل انفعالات هذا نضج هذا نضج هذا تحكم هذا تحكم تحكم بالانفعالات أنت اخترت نعم أنا اخترت أنا اخترت أنا أطنش وأقول لك شي لازم نطنش عن كثير من الأشياء المزعجة العادية الاعتيادية أنت اليوم يعني كل بس كل الذين يبحثون عن الكمال في حياتهم اليومية أكثر الناس شقاء كل الذين يبحثون عن الكمال في حياتهم اليومية أكثر الناس شقاء هذا مطلوب هذا مطلوب عند من؟ عند أنصاف العقول يبقى كامل كل الذين يبحثون عن الكمال في حياتهم هم أكثر الناس شقاءا ليه؟ لأن الكمال ليس له حد يعني مثال قل لي والله الكمال في الدراسة الكمال في المال الكمال في الصحة الكمال في الجمال شوف الجمال الحين تبي تنفخ وتشفط و تشفط و تروح بذكر يعني حنا علمنا دي اسلامي إذا عمل أعلم لكم أحدا أن يتقنه قدر مستطاع قدر مستطاع لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها هذا المستطاع سددوا و قاربوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الدين إذا أردنا الكمال باعتبارنا و مزعمنا يدفعنا التشدد و الدمار وليشاد الدين أحد إلا غلبة أحيانا عندنا مشكلة في تعرف المصطلحات كل خالد لما نعرف المصطلح و نتفق عليه نتجاوز كم من الخلافات هي المشكلة في الجهل يعني هي المشكلة ليس الإنسان دائما المشكلة في الجهل صحيح عفوا يعني الجهل عفوا في الشيء يعني هي ليس مسبة لكن عدم معرفنا بالشيء هي قضية هي تدفعنا أن ندفع الثمن هذا عدم معرفه وذلك نحن نقول فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلموا لو الإنسان يداوي مشكلاته عند الاستشاريين الأخصائيين كما يداوي جسده ما وجدناها تلك المشكلات في الحياة صحيح فهي القضية نحن نقول دائما الذين يبحثون على الكمال هم أكثر من الشقاء وإذا لك يتهوش مع عياله يشقي نفسه ويشقي نفسه ويفقد عفوا لذة التواصل ما عند قناعة ما عند قناعة صحيح لأنه وين وصل لا يبيل زيادة صحيح وذاك هذه مصيبة الأمر الثاني نحن لما نريد أن نستمتع في هذه الحياة الله سبحانه وتعالى ما خلقنا للشقاء طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقاء لتشقاء قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق إذن هي قضية أساسية صحيح فإذن للذين يريدون أن يستمتعوا ويحافظ على صحة الجسدية والنفسية والفكرية ويدهم العلاقات ويحقق الأهداف ويحل المشكلات تدرب أخي على ضبط انفعالات واترك عنك التدقيق لا ترى في المكبرة غض الضرف التغافل هذا لأنه لا يمكن للإنسان إلا إذا أمارات يعني التعاءل مع الآخرين إلا أن يعاشر بالمعروف ليس هناك المعاشرة بالميزان لك ولي كم حطيت وكم حطيت قبل سنة وقبل شو إذن هي قضية باب السعادة مشكلة المواقف تحتاج منك إلى التغافل وكيد في أمور لجب أن توقف عندك ليحققها في النصيحة في التوجيه طبعا مشكلة الأمور تغافل أنا أذكر يعني هي سؤال يعني أنا ممكن أخالفة التغافل في حدود الله سبحانه وتعالى ما في تغافل لكن باقي الأمور صحيح إن الله سبحانه وتعالى يتجاوز على الناس اللمم اللمم صغير صغير إذا هو ربنا يتجاوز فكيف نحن صحيح فهي القضية القضية الأخرى النصيحة والنصح ما نصح النصح يعني نحن ندخل إلى موضوع آخر بس نرد لازم نرد على التحكم في رابطهم النصح أنت اليوم لما تريد أن تنصح أنا أسأل نفسي هذا الذي أنصحه لي عليه سلطان ولا ما لي عليه سلطان إذا لي عليه سلطان أكلمه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة طب إذا ما ليس لي عليه سلطان إذا ما طلب لا تنصح ليه لأن أحيانا تلقي كلامك هو ما يسمعك والنصح أساسا لهم يعني أنت لما تريد أن تنصح لازم تتعلم فن الإقناع والتأثير على العلاقات هذا أول شيء أن يقبل وأن يكون هناك قرب طبعا طبعا فإذا أنت لما تريد أن تنصح انصح وأنت لا تتأثر مو لازم تسمع مني ليس عليك هدأهم النبي عليه وسلم قال فلعلك باخع نفسك على آثان فينا استحتر وتنزعال وأنا قلت لك وأنا قلت ليس عليك هدأهم فهذا في الدين فكيف في الدنيا إذا هذه القضية طيب نعود إلى التحكم التحكم اليوم المرتبة الثاني بعد الضبط التحكم في كلمتين الدنيا والكون والحياة والحياة مبنية على وجود المشكلات مبنية على وجود المشكلات والابتلاءات خلقت على كدر لا هي خلقت ليس لأن الله يريد أن يعني يؤذينا ابتلاءات إنما الله سبحانه وتعالى يريد أن يقوّل إنسان وأن يرفع درجة الإنسان وأن يتقبله وهو خالص من ذنوبه وأن هذه كلة الابتلاء لا يزال البلاء في المؤمن في نفسه وماله وجسدي حتى يتوفى الله ولا ذنب عليه إذن هذه الغاية طيب الآن ربنا سبحانه وتعالى قبل أن يوجدنا ولا نبلوناكم علمك وخبرك ونبه نعم بنقص أبدا بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشير الصابر إذا استعد نعم اليوم جينا على التحكم اليوم ضبطت ما هو التحكم أنا اليوم رأتحكم بكلمتين نعم المدة والشدة كلمتين كلم نفسك مدة يا سلام وشدة وشدة المدة لما يصير معك مشكلة وزعلت إلى متى شايف الدموع اللي نبيعسم زعل بكى وكذا نعم كم أعطانا الإسلام من مدة ثلاثة أيام نزعل على أحد هذا المدة طيب إذا تخاصمت تتهوش مع إنسان كم المدة ثلاثة أيام ثلاثة أيام صحيح بعد ذلك أوفر صحيح خلص ولذلك إحيانا كثير من الخلافات الزوجية المدة هي قطية خلص يعني دقيقتين وانتهى الموضوع طيب إذن المدة الزمنية لا تجعل اليوم سنين وابنين وانت قاعد في مشكلتك وما تكلم والله ما أكلم والله وبعد عشرين سنة والله ليه هذه خطأ ليه هذه جريمة وليس خطأ طيب والشدة لا تجعل من الحبة قبة لا تكبر الصغير حادي يعني والله أمس الخادم باقي تكلم خلص ما اتهى زفني يكلمني المدير راجعني خلص لا تكبر الموضوع الفن للإنسان في السعادة هو تصغير الكبائر صغيرها تصغر كبرها للشقي تكبر الحوار معكم جميل فرخاء لكن ما شاء الله وصلنا معك الختام نشكرك كل الشكر وفعلا كان موضوع جميل وحوار ممتع معك حبيب الله يكرمكم اياكم الله وبياكم أيضا نشكر موصول لكم ما حبتنا انتظرنا إن شاء الله في حلقة مقبلة ونقول لكم في أمان الله ومع السلامة